اشتركوا في القناة للنبي عليه الصلاة والسلام انه ادى الامان ونصح الامة وبلغ ويهد ذي الله حق جارك لماذا يقع الشرك في الامة ما اسباب وقوع الشرك حتى نشتيبه حتى نعرف لماذا يقع الشرك في الامة مفهوم وهذا من اهم الاقسام لابد تعرف سبب وقوع الشرك لاننا وهذه الدعوة اصلا دعوة الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب تسمى الدعوة ايه الدعوة ايه الاصلاحية لماذا لماذا دعوة اصلاحية لا دعوة افسادية وله دعوة تكفيرية لماذا لانه اراد اصلاح المجتمع اصلاح الخلف لم يأتي بالتكفير لم يأتي بالقتل لم يأتي بالتكفير لا جاء بالاصلاح حتى نصلح المجتمع فأنت الآن دورك ما هو إصلاح تسعى للإصلاح صحيح؟ وما توفيقي إلا بك لابد أن تسعى للإصلاح لا للإفساد بعض الناس يغلل شاغل تكفير المجتمع وتكفير الإصلاح وبعض الناس يقول لا أدرك الناس على ما هم عليه لا إذا لابد نسعى لماذا؟ للإصلاح إذن هذه دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله فأراد أن يبين لك أسباب وقوع الشرك حتى تشتنينها حتى تحضر وتحقل ذكر في هذا القسم أبواب أربعة الباب الأول باب ما جاء من سبب ليس السبب الرحيم لكن هو من أخطر الأسباب وأول شرك حدث في الأرض بشبه هذا الغلوف الصالحي لأن الغلوف الصالحي يجعلهم يُعبد من دون إله نعم الثاني الغلوف في قبور الصالحي الثالث مضرة العكوف على القبر لعمل صالح فكيف إذا عكف على القبر لعمل غير صالح كم قسم الآن؟ كم سبب من أسباب وقوع الشرك؟ الثلاثة الأول الغلوف الصالحي الثاني الغلوف في قبور الصالحي الثالث مضرة العكوف على القبور لأن القبور عند الأهل السنة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل أدلنا قال الذي كان يأكل دوم أو بصل ينفى إلى أين؟ كان ينفى إلى البقير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لصلاة الظهر أطال حتى يذهب الظاهد إلى البقير لماذا؟ لأن الأمور لابد أن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك وداخل البنيان إيش يكون؟ المساجد المساجد ولهذا أهل السنة والجمعة يعمرون المساجد وأهل البدع والباطل يعمرون المشاهد ويغنون عليها القبر نعم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم بيت من أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم بيت من؟ محمد بن عبد الوهاب لماذا؟ لأنه كانوا ناس من طلاب العين يقول نريد أن أذهب إلى الدرعيزة ننظر على المكان الذي كان يدرنس فيه ويجنس فيه وينام فيه الشيخ بن عبد الوهاب رحمه الله نريد أن أعرف المكان الذي كان فيه فلان من الناس لا هذا هو ذريع للشيخ محبة الصالحين لا تكون بهذه الطريقة لا محبة الصالحين تكون بهذا أن بن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم بيت الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب حتى لا أحد يدى قليل وقل ننظر ماذا تريد بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذن عندنا ثلاثة أسباب أكثر الأسباب الأولى الغنوف الصالحين الباب الرابع ما هو ما هو الباب الرابع حماية النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط بل حما حما التوحيد حما حما التوحيد كيف كأن التوحيد هذا هو جعل التوحيد سور النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يحمي السور حتى لا أحد يقع في السور فضلا يقع في التوحيد الآن قصر الوزيرة وقصر الأمير يسمع له كم سور سور واحد لا يسمع له أكثر من السور لماذا؟ لأنه حتى إذا تعدى أحد على السورة الأول لا يستطيع يتعدى على السورة الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط بل حما حما التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشيء